بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آده وصحبه أجمعين أما بعد قال سيدنا عبوظ بحر الصديق رضي الله عنه من أنفق درهما على قراءة مغرب النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقي في الجنة وقال سيدنا عمر رضي الله عنه من عظم مغرب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحيى الإسلام وقال سيدنا عبوظ بحر الصلاة وتم تسليم من أنفق درهما على قراءة مغرب النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه سهدى مزوة بدرا وحنين وقال سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله واتهه من عظم مورد النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببا في قراءته لا يخد من الدنيا إلا بالإيمان ويدخل الجنة بغير حساب وقال سيدنا الحسن المصري رضي الله عنه وددت لو كان لي مدى الوجب لأحجل ذهبا فأنفقته على قراءة مورد النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيدنا جنيت البغلالي وقدس الله وسلم من حضر مورد النبي صلى الله عليه وسلم وعظم قدره فقد فاز بالإيمان وقال سيدنا معروف كرفي وقدس الله وسلم من هي عظيم لأجل احقراءة مورد النبي صلى الله عليه وسلم ودمع إخوانا وأوقد سراجا ونفس جديدا وتبخر وتعطى تعظيما لمورد النبي صلى الله عليه وسلم حشره الله يوم القيامة مع الفرقة المولى من نبينا وكان في أعلى عمليين وقال وحيد عصره وقريد دهبه الإيمان فقر الدين الرازي ما من شخص قرأ من الدنيا بي صلى الله عليه وسلم على ملح أو برن أو شيء آخر من المأكلات اللي ظهرت فيه الفلكة في كل شيء وصل إليه من ذلك المأكلين فإنه يتضرب ولا يستبر حتى يغفر الله لآكده وإن فرآ مرد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء فمن شرب من ذلك الماء دخل قلبه ألف نورا ورحمة وخرج منه ألف غل وعلة ولا يموت ذلك القلب يوم تموت القلوب ومن قرأ مولد النبي صلى الله عليه وسلم على دراهم مصروفة فضط كانت أو ذهبا وخلق ذلك الدراهم بغيرها وقعت فيها البركات ولا يفتحر صاحبها ولا تغفر يده ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وقال الألبي المشافي رحمه الله من جمع المولد النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا وهي أطعاما وأخلى مكانا وعمل أحسانا وصار سببا لقراءته بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهجاء والصالحين ويقوم في جنات النعيم وقال السوري السقاطي قدس الله سره من قصد مرضعا يقرأ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد قصد روضة مرياض الجنة لأنه ما قصد ذلك المرضع إلا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معيه الجنة وقال صلى الله العارفين الإمام جلال الدين الصيوطي قدس الله سره ونور بريحه في كتابه المسمى بالرسائل في شخ الشمائل ما من ميت أو مستدين أو محلة قرأ فيه مبيد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حق الملائكة تلك البيت أو المسجد أو المحلة وصل لك الملائكة تلك البيت أو المحلة على أهل ذلك المكان وعمهم الله تعالى Margaret رحمة الله الرحمن الرحمن الرحيم رحمة الله الرحمن الرحمن الرحيم رحمة الله الرحمن الرحيم رحمة الله 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 الرحيم ومن أخص خاص محبه وأتباعه آمير يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين صلوا عليه وسلم تسليما حتى تنان جنة ونعما لي نبي اسمه محمد يا مولايا هو لم يذل فضله علي نبيه هو شبي يا مولايا دوره غدا من المنار الطوية أعلم الشمس يا مولايا قصه رب البرية أنت قد نحن بفضله يا مولايا وله وجه مضية قد رقى فوق الماء من كفه يا مولايا وارتقى سبعا عليا نبع الماء من كفه يا مولايا وسقى الجيش الحميكة أنفه أقناك سيد يا مولايا والحواب الأنورية خده كالورد الأحمح يا مولايا والعينة الأكحالية شعره أدعى جمه سلس يا مولايا شبه ليل أعدمية فمه ضيب صديم يا مولايا شبه خاتم جعفرية جسمه أميض نعم يا مولايا شبه فضغ حجرية عن كبوت عشش وخجم يا مولايا من كفور الجاملية زاد خلقي لحبيبي يا مولايا وكواني هجوكية فاز من صلى علي يا مولايا بالرضا والجنة وارض عن أصحابه جمع يا مولايا على رغب الرافضية وعن أنس بن مالح رضي الله عنه والطالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروتا إذا بعيدوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا عمسطوا وأنا مستشفعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا يأذوا الكرامة والمفاتح وحين إذن بيدي وأنا أكرم ولدي آدم على رب يطوق وعليها أنس خادم كأنهم بيضا مكنون أو لعل منتور صلى الله عليه وسلم إلى يوم البعث والنشور وعن جبير وعن جبير بن المطعم رضي الله عنه والطالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا المناح الذي يبقى الله من أخرى وأنا الحاشر والتي يخشب الناس على قدمه وأنا العاقب والعاقب وليس بعدهم نبيا وأنا المؤفى ونبي الدوبة ونبي الرحمة وأنا احمد أحده ونبي عليه وسلم وعن علي لم أرى قبله ولا بعده قبله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته عشون شعرة بيضاء وكان أزهر اللون وشعره دانساطي ودنيه وكان في وجهه تدريبا بيضا مشغربا بالخمرة أرجى الآن أدعوك 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 أحدب الأشفار وعين كتفيه خاتبه مدوة وخاتبه وخاتبه نبينا أجود الناس صصرا وأصدق الناس نهجدا وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديه تنهابه ومن خالطه معرفة أحده يقول من يعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت يخصب الناده ويخيط توبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدهم في بيته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة